وكأنها دولة من الزمن الغابر أو مشاهد من أفلام الكابوي ومافيات الثلاثينيات ودنيا العصابات خليط من فوضى وسطوة وشبه غياب للقانون يعوم به العراق اليوم فبات مثالاً لانعدام مفهوم الدولة وأنموذجاً للفساد في العالم بندقية الميليشيات المتصدرة لكامل المشهد تحوز على القدر الأهم من التركيز لما لها من سطوة واسعة على مختلف الصعود في البلاد من تنصيب وزراء حتى إدارة صالات القمار والروليت وتلك بمفهوم الميليشيات التي تدعي أنها ترعى حرمات الدين وصاحبة المشاريع الإسلامية من المحرمات إلا إذا كان يأتي منها المال وأي مال ملايين الدولارات ربما ذلك باختصار ما حدث مع الحاج حمز الشمري صاحب أكبر صالات القمار والملاهي في بغداد عندما وجد نفسه محتقلاً بتهمة إدارة أكبر مافيا للمخدرات والدعارة بعد أن كان يصدر نفسه كرجل أعمال له استثمارات عديدة في الداخل والخارج قبل وقت قصير كان الشمري محط تقدير واهتمام فالمتهم اليوم بزعامة المافيا كان بالأمس يكرم بسيف الإمام علي من قبل المرجعية الدينية وصاحب مواقف مع قادة ميليشيات الحشد تلك التي أعلنت اعتقاله ترى ما الذي يحدث ليتغير رجل بتلك التوصفات بين ليلة وضحاها بحث بسيط بالملف ربما يقود للأسباب الحقيقية فتلك الصلاة تدار أو تحتمي بالميليشيات مقابل حصول الأخيرة على ملايين الدولارات كنوع جديد من التجارة هذا فضلا عن المخدرات وغيرها بحسب الرئيس السابق للجنة الأمنية في البرلمان حاكم الزاملي هذه العصابات القذرة المسلحة التي تهدد كان من يكون مرتبطة بأجندات خارجية صور اللي يديرون منهم مرتبطة بأجندات خارجية أم مرتبطة بميليشيات عراقية الميليشيات العراقية هي للدير مليون دولار يوميا هي واردات صالات القمار والنواد الليلية يذهب جزء كبير منها لجيوب الأحزاب والميليشيات مقابل الحماية وتوفير الغطاء هذا الكلام لنائب البرلمان فائق الشيخ علي الأحزاب الإسلامية خلي أحدد اللي تمتلك ميليشيات اللي تمتلك أجهزة وقوات مسلحة اللي تمتلك إمكانيات هنانا بالعراق وتحديدا خلي أخصه علنا ماكو لاعب ولا كذا الشيئية منها نتقاسم الأموال والواردات مع منو؟ مع هاي الصالات ما حدث مع الشمري وغيره يحيل إلى منطق عصابات ومنفعة متبادلة يحكم المشهد الراهن في العراق فوجود أي طرف مرهون بمدى قوته ونفوذه ومدى نفعه لحيتان المال والسلاح الممسكين بما تبقى من شبه دولة كانت يوما مثالا يحتذا اشتركوا في القناة